إلى لبنان حيث عاد الهدوء إلى وسط العاصمة اللبنانية بيروت بعد ساعات من المواجهات بين القوى الأمنية ومحتجين في محيط المدخل الجنوبي لمجلس النواب بالتزامن مع جلسة لمنح الثقة للحكومة الجديدة حيث تم منح الثقة قبل قليل للحكومة بأغلبية 63 صوتا وقال الصليب الأحمر اللبناني أنه تم نقل 40 جريحا للمستشفيات وإسعاف 260 مصابا وسط بيروت ويطالب المحتجون بحكومة اختصاصيين مستقلين قادرة على معالجة الوضعين السياسي والاقتصادي في البلاد كما يطالبون بانتخابات برلمانية مبكرة واستقلال القضاء ورحيل ومحاسبة بقية مكونات الطبقة الحاكمة التي يتهمونها بالفساد والافتقار للكفاءة شكرا